نظام سياسي منتهي الصلاحية وينظر العراقيون إليه باحتقار شديد هكذا لخص الرئيس السابق والقياد الكردي برهم صالح عن نظام في العراق في مقال كتبه في مجلة فوريون بوليس الأمريكية وقال صالح إن هذا النظام قد ولد من حالة الذعر والخوف الناتج عن خوف الشيعة من عودة ما سماها بالأقلية إلى حكم العراق وهو خوف شاطرهم فيه الأكراد الذين انتابتهم حالة مماثلة من الخوف والذعر أيضا مما سماه بالاستبداد السياسي من المركز بينما كان العرب السنة غائبين بل مغيبين بالكامل عن الوضع السياسي الجديد وهذه المخاوف التي سيطرت على الشيعة والأكراد بحسب برهم صالح ونظام الحكم الضعيف نتج عنه ظهور دولة مقيدة وهزيلة هيكليا تهيمن عليها أطراف غير حكومية في إشارة واضحة إلى الميليشيات الولائية المرتبطة بإيران ومضى صالح في مقاله إلى أن النظام السياسي في العراق قد شارف على النهاية ويحتاج إلى إصلاحات جذرية ورؤية سياسية جديدة ويقول المراقبون أن هذه الرؤية التي يقدمها برهم صالح وإن جاءت بصيغة اعترافات مريرة لكنها محاولة مكشوفة للتقليل من كارثية هذا النظام الذي دمر العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وجعله في مهب ريح عاتية إذ العراق اليوم يتبوأ المراتب الأولى في الفساد الحكومي وفق مؤشر الشفافية الدولية ومنتهك السيادة وبلا وزن إقليمي أو دولي وأن حالة الخوف والرعوب التي كانت تهيمن على الشيعة والأكراد بعيد العام 2003 أصبحت تهيمن بالكامل على كل الشعب العراقي الذي أضحى عرضة يومية للخطف والاغتيالات وما جرى في المحافظات المنكوبة من تغيب قسر لألاف السكان وقتل ألف ومائتين من متظاهري ثورة تشرين وإصابة الآلاف منهم يلخص ويجمل طبيعة هذا النظام الدموية واستعداده الدعم للبطش والتنكيل بكل صوت أو قلم مناهض له أو منتقد لفساده وحديث برهم صالح عن أن هذا النظام منتهي الصلاحية ولا جدوى من استمراره تشخيص ورؤية سبقته إليها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارد عندما قالت أن النظام السياسي في العراق يجب أن لا يستمر وإن استمر بهذه الصيغة فسيأتي بنتائج أكسية